لقد قمنا في مقطع الفيديو السابق بتعريف دالة التحويل التي قامت بتدوير أي متجه في المجموعة R2 لتنتج نسخة تم تدويرها من ذلك المتجه في نفس المجموعة سأقوم في مقطع الفيديو هذا بتعميم ذلك والتطبيق دالة الدوران على المجموعة R3 سأقوم بتعريف دالة تحويل دوران وسيبقى اسم الزاوية ثيتا كما هو سيتم تحويل العناصر في هذه المرة من المجموعة R3 إلى المجموعة R3 كما تتصور فكرة الدوران بزاوية معينة تصبح أكثر تعقيدا عند التعامل مع ثلاثة أبعاد سيتم في هذه الحالة الدوران حول المحور X إذن سيتم دوران المتجه حول المحور X وتستطيع تعميم ما سنفعله في مقطع الفيديو هذا على المحاور الأخرى إذا أردت تطبيق دوران حول المحور X ثم المحور Y ثم المحور Z بزوايا مختلفة تستطيع تطبيق دوران للتحويل واحدة تلو الأخرى وسنقوم بمناقشة ذلك بتفصيل أكثر مستقبلا في مقطع فيديو لكن هذا الفيديو يعطيك الأداة لتدرك أن ما تعلمته في مقطع الفيديو سابق يمكن تعميمه على أبعاد متعددة وخاصة ثلاثية الأبعاد سأقوم بتوضيح ما سأفعله هنا إذن سأرسم بعض المحاور هذا هو المحور X المحور الثاني هو Y وهذا المحور Z وبالطبع تقع جميع المحاور ضمن المجموعة R3 سيتم دوران أي متجه في المجموعة R3 حول المتجه X في اتجاه عكس عقارب الساعة بهذا الشكل لنفترض وجود متجه وسأقوم برسمه على مستوى المحاور Z و Y لأن ذلك أسهل في التمثيل عند وجود متجه في مستوى المحاور Z و Y سيبقى في نفس المستوى لكن سيتم تدويره بزاوية مقدارها ثيتا بهذا الشكل العمل على متجه Z إحداثي X يمتد بهذا الشكل وله إحداثي Y و إحداثي X أصعب في التمثيل إنه المتجه باللون البرتقالي وعند تدويره سيتغير الإحداثي Z والإحداثي Y لكن سيبقى الإحداثي X كما هو وربما يبدو المتجه الناتج عن الدوران بهذا الشكل لأدري إذا ما كان مستقيما بالشكل المطلوب لكن تم تدوير المتجه الناتج حول المحور X أعتقد أنك تدرك ما يعنيه ذلك وبالاعتماد على ما ورد في مقطع الفيديو السابق نريد إنشاء دالة تحويل سأقوم بتسمية دالة التحويل بدالة التحويل ثلاثة لأننا نعمل ضمن المجموعة R3 سأقوم بكتابة التالي دالة التحويل ثلاثة للمتجه X بزاوية مقدارها ثيتا تساوي المصفوف A مضروبة في المتجه X وهذا تحويل من المجموعة R3 إلى المجموعة R3 إذن ستكون المصفوفة عبارة عن مصفوفة 3 في 3 لقد رأينا في مقطع الفيديو السابق أنه لإيجاد الدوران يجب تطبيق دالة التحويل على مصفوفة الوحدة بشكل خاص ما يجب فعله هو البدء باستخدام مصفوفة الوحدة التي تنتمي إلى المجموعة R3 وهي مصفوفة رتبة 3 في 3 تحتوي القيم التالية القيم 1 و1 و1 بشكل قطري وبقية القيم في المصفوفة هي صفر كل من هذه الأعمدة هي متجهات القاعدة للمجموعة R3 يسمى العمود الأول E1 والعمود الثاني هو E2 والعمود الثالث هو E3 لقد كتبتها بخط صغير جدا يشكل كل من هذه الأعمدة متجهات القاعدة للمجموعة R3 وسنقوم بتطبيق دالة التحويل على كل من المتجهات القاعدة للمجموعة R3 إذن ستبدو المصفوفة A بهذا الشكل وهي مصفوفة 3 في 3 ويحتوي العمود الأول على دالة التحويل دالة الدوراني 3 بزاوية مقدارها ثيتا لمتجه العمود الذي يحتوي القيم 1 وصفر وصفر ثم سأقوم بتطبيق دالة التحويل على متجه العمود الأوسط لا أريد إعادة كتابة كل شيء يحتوي العمود الثاني في المصفوفة على دالة الدوران 3 بزاوية مقدارها ثيتا للمتجه ذي القيم 0 و1 وصفر وسأقوم بتطبيق دالة التحويل على متجه العمود الأخير فيحتوي العمود الثالث في المصفوفة A على دالة الدوران 3 بزاوية مقدارها ثيتا للمتجه ذي القيم 0 وصفر وواحد لقد شاهدنا هذا مرات عديدة لنقم الآن بتطبيق الدالة والحصول على ناتج دوران كل من متجهات القاعدة للمجموعة R3 حول المحور X كيف سيبدو المتجه الأول في المجموعة R3؟ حيث إن قيم الإحداثيات الأخرى هي صفر وصفر ونسمي القيمة الأولى منه أي القيمة واحد بالبعد X لأن القيمة الأولى تقابل المحور X وتقابل القيمة الثانية البعد Y وتقابل القيمة الثالثة البعد Z وبالتالي المتجه الأول هو متجه وحدة ينطلق من نقطة الأصل بهذا الشكل أليس كذلك؟ وماذا سيحدث للمتجه عند تطبيق دالة الدوران حول المحور X؟ لا شيء سيحدث لأن المتجه يقع على المحور X فعند تدويره لن يتغير اتجاهه أو قيمته أو أي شيء آخر إذن يبقى تحويل المتجه الأول في المصفوف A كما هو أو بنفس القيم 1 وصفر وصفر فلا شيء يحدث عند دورانه المتجهات التالية مثيرة للاهتمام أكثر ولرسمها سأقوم برسم المحاور Z و Y هذا هو المحور Z وهذا هو المحور Y متجه القاعدة الثاني هو متجه على المحور Y وطوله وحدة واحدة ويبدو بهذا الشكل باللون الأزرق وعند رسمه بهذا الشكل تخيل المحور X يخرج من شاشة حاسوبك أي يتجه طرف السهم إلى الخارج فبدلا من رسمه بزاوية كهذه قمت برسمه خارجا من شاشة الحاسوب وعند دوران هذا المتجه باللون الأزرق بزاوية مقدارها ثيتا سيبدو بهذا الشكل لقد قمنا بفعل هذا في مقطع الفيديو السابق ما هي الإحداثيات الجديدة للمتجه الناتج عن الدوران؟ أولا لن يتغير الإحداثي X مطلقا فقد كان صفرا قبل الدوران لأنه لا يمتد على البعد X بل يبقى على امتداد المستوى Z و Y لذلك بعد تدويره يبقى الإحداثي X صفرا ويظل المتجه في نفس المستوى نكتب القيمة صفر للإحداثي X في مصفوفة التحويل ما هو الإحداثي Y الجديد للمتجه الناتج عن الدوران؟ سنقوم بما فعلناه في مقطع الفيديو السابق تماما هذا طول الذي رسمته باللون الأخضر يشكل المركبة Y وهذا طول على المحور Z يشكل المركبة Z للمتجه الجديد لقد قمنا بذلك في مقطع الفيديو السابق لذلك لن نخوض في تفاصيل أكثر ما هو جيب تمام الزاوية ثيتا؟ طول المتجه باللون الأزرق هو وحدة واحدة فهذه في متجهات القاعدة القياسية وأحد الأمور التي تجعلها مميزة هو أن لها الطول واحد جيب تمام الزاوية يساوي الضلع المجاور مقسوما على الوتر الضلع المجاور هو الضلع الأفقي ما هو طول الوتر؟ إنه يساوي واحد سيكون طول الضلع المجاور أي الإحداثي الثاني للمتجه الناتجي عن الدوران مساويا لجيب تمام الزاوية ثيتا أي القيمة A تستطيع إهمال المقسوم عليه لأنه يساوي واحد إذن القيمة الثانية في المصوفة الناتجة عن التحويل هي جيب تمام الزاوية ثيتا ما هو الإحداثي Z للمتجه الناتجي عن الدوران؟ جيب الزاوية ثيتا يساوي الضلع المقابل مقسوما على واحد ويساوي طول الضلع المقابل O طول الضلع المقابل هو المركب Z بعد دوران المتجه إذن سأقوم بإضافة القيمة الثالثة إلى المصفوف A وهي جيب الزاوية ثيتا يجب الآن تطبيق ما سبق على المحور Z كيف يبدو متجه القاعدة الثالث الممتد على المحور Z على هذا الرسم سأقوم بإعادة رسم المحاور والمتجهات للحصول على رسم أفضل ذلك هو المحور Z وهذا هو المحور Y المتجه E3 الذي يمتد على المحور Z يبدو بهذا الشكل المتجه باللون الأبيض ويمتد فقط على المحور Z سنقوم الآن بتطبيق الدوران بزاوية مقدارها ثيتا وسيبدو المتجه الناتج بهذا الشكل هذه هي الزاوية ثيتا كانت قيمة الإحداثي X السابقة تساوي 0 أي لم يمتد المتجه باتجاه المحور X مطلقا لازلنا نعمل ضمن المستوى Z و Y إن القيمة الأولى في العمود الثالث لمصفوفة الدوران هي صفر الآن ماذا عن المركب Y للمتجه الناتج أو الإحداثي Y كما نسميه سيكون الإحداثي Y هو هذا الطول وكيف يمكن تحديده؟ الطول المطلوب يساوي طول الخط الأفقي الذي قمت برسمه في الأعلى وسنطلق عليه الضلع المقابل للزاوية نعلم أن جيب الزاوية ثيتا يساوي الضلع المقابل مقسوما على طول هذا المتجه الذي يساوي 1 إذن جيب الزاوية يساوي طول الضلع المقابل لكن الإحداثي الجديد يقع إلى اليسار من المحور Z أي النسخة السالبة وقد تعرضنا لهذا في مقطع الفيديو السابق إذن الإحداثي الجديد يساوي سالب جيب الزاوية ثيتا وبالتالي القيمة الثانية في العمود الثالث في المصفوفة هي سالب جيب الزاوية ثيتا وفي النهاية ما هو الإحداثي Z الناتج عن الدوران؟ سيكون الإحداثي Z هذا الطول باللون الأخضر ونطلق عليه اسم الضلع المجاور نعلم أن جيب تمام الزاوية ثيتا يساوي الضلع المجاور مقسوما على واحد وبالتالي القيمة الثالثة في العمود الثالث في المصفوفة هي جيب تمام الزاوية ثيتا لقد حصلنا عن المصفوفة الناتجة عن تطبيق دالة التحويل لقد انتهينا من ذلك هذه هي المصفوفة A نستطيع الآن إيجاد ناتج تطبيق دالة الدوران ثلاثة سخدمت الرقم ثلاثة في التسمية لأن الدوران ضمن المجموعة R3 لكنه حول المحور X ربما توجب علي تسميته دورانا حول المحور X لكن أعتقد أنكم فهمتم الفكرة دالة الدوران ثلاثة بزاوية مقدارها ثيتا حول المحور X تساوي هذه المصفوفة سأقوم بحذف الجزء الأول من المعادلة التي قمت بكتابته وأقوم بإعادة كتابة التالي دالة الدوران ثلاثة بزاوية مقدارها ثيتا للمتجه X تساوي هذه المصفوفة مضروبة في المتجه X الذي ينتمي إلى المجموعة R3 ربما تسأل يبدو الناتج مماثلا لما فعلته في مقطع الفيديو السابق عند تعريف دالة الدوران في المجموعة R2 فقد نتجت مصفوفة تحويل مشابهة جدا لهذا الجزء الذي يحتوي قيم جيب الزاوية وجيب التمام يبدو هذا منطقيا لأننا نقوم بتطبيق دوران بعكس عقارب الساعة في المستوى Z و Y ربما تتساءل سال لماذا يعد هذا مفيدا؟ لقد قمت بتعميم ما سبق على ثلاثيات الأبعاد أو المجموعة R3 لقد شهدت ما فعلته ضمن المجموعة R2 لماذا يعد ذلك مفيدا؟ مع أن هذه حالة محدودة لأن الدوران يتم حول المحور X لقد فعلت ذلك لسببين الأول لتوضيح أنه يمكن التعميم على المجموعة R3 والسبب الآخر هو أنه عند التفكير بهذا تجد أنه يمكن وصف العديد من دوال للدوران التي تود تطبيقها في المجموعة R3 بأنه دوران حول المحور X أولا وهذا ما فعلناه في مقطع الفيديو هذا ثم دوران حول المحور Y وربما دوران حول المحور Z دالة الدوران ثلاثة حول المحور X بزاوية مقدارها ثيتا هي حالة خاصة بحيث يتم الدوران حول المحور X لكن يمكن إجراء نفس العملية لإيجاد مصفوفات تحويل ناتجة عن دوران حول المحور Y أو المحور Z بعدها يمكن تطبيق دوال لدوران هذه واحدة تلو الأخرى وسنناقش هذا كثيرا في المستقبل عند البدء في تطبيق دالة تحويل تلو الأخرى على أي حال أمل أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيدا إنه امتداد لما فعلناه ضمن المجموعة R2 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر